السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين ماث أول ابتداء ترمى أول منهج الجديد عشرين وواحد وعشرين إن غرضا معنا مع شابترته والحلقة الثالثة وكالعادة لو أنتوا بتشوفوني لأول مرة أو تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكوا إشعارات بجميع الدروس اللي هتنزل على القناة أول بأول وكمان المراجعات وفكر حضراتكم أن أنا بشرح على القناة جميع دروس الماث لجميع الصفوف والمراحل لكلمة قوائم التشغيل اللي موجودة في الصفحة الرئيسية للقناة وتضغطوا على قيمة التشغيل المناسبة للليسونز والصفوف اللي انتوا حابين تسمعوها وهتوصلوا للدروس بسهولة ودلوقتي عشان ما طولش عليكم يلا بنا نشوف فيديو النهاردة بيتكلم عنه قبل ما نبدأ في شابتر 2 حبيت أعرفكم على الكيف وكابري إن المفروض الولاد يكونوا طلعوا بيها من الشابتر ده أول حاجة عندنا كلمة وعندنا كلمة 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 وسلم هنبص نلاقي طبعا هنشرح ده بالتفصيل في نهاية الفيديو لما نوصل للاسنز 17 و 18 ولكن في بداية الفيديو هنبدأ باللاسنز من أول 11 لحياة 15. قبل ما نبدأ فيلاسنز النهاردة المفروض grade 1 يكونوا مستعدين للدرس ده ازاي؟ كل ولية أمر أو كل teacher حتى inside class يبدأ يراجع مع الولاد 1. O-N-E 2. T-W-O 3. T-H-R-E 4. F-O-U-R 5. F-I-V-E 6. S-I-X وهيبدأوا ياخدوا في اللسنز النهاردة 7. S-E-V-E-N 8. E-I-G-H-T 9. N-I-N-E 10. T-E-N طيب يمس هو المفروض يكون عارفها in digits و in letters أيها طبعا لازم يكون عارف numbers بالأرقام وبالحروف سواء كتب in letters أو كتب بال digits لكن لازم يكون عارفهم الاتنين علشان لو جاء عنده أي example أي story أي مسألة فيها number مكتوب بال letters أو مكتوب بال digits يقدر يتعامل معايا بس Now let's start our first lesson today in chapter 2 circle group of seven items هنا بيعلم الولاد يعمل count لل7 وتتعاملوا على نفس الexample ده سواء كنت بتدرس ال8 أو ال9 أو ال10 تبدأ ترسم objects أشياء فيها different numbers ولكن انت حابب تعمل circle على group of seven items تحط circle على المجموعة اللي موجود فيها سبعة من الأشياء أو seven من الأشياء The first group we have one, two, three, four just four items يبقى مش هنحط عليهم circle أنا محتاجة الgroup اللي فيه seven items أحط عليه circle The second group we have one, two, three, four, five, six, seven Yes, exactly we can put circle here Here we have one, two, three, four, five, six, seven So we will put circle around this group هنحط على الgroup هنحط على الgroup من الأشياء لانهما موجود فيهم seven items وهنا حطيت circle على الgroup ده من الأشياء لانه موجود فيه seven items Okay the last group we have one, two, three, four, five just five طبعا اخر group عندنا فيه five بس بالتالي أنا مش هحط عليهم circles ومش هحط أي حاجة لأن موجودة عمدي هنا بس five أنا كنت محتاجة أحط circle على الgroup of seven Now how many objects are there in each group هنا بنعود الولاد إن هما يعملوا count وفي نفس الوقت يكتبوا العدد يتضربوا على مهارة counting اللي هي مهارة العد ومهارة writing اللي هي كتابة الأعداد Look at the first group, the second group and the third group In the first group we have One, two, three, four, five, six So write six Who can count with me? The teachers اللي لسته بيدرسوا في اللغات لأول مرة وحابين يعرفوا ال English phrases اللي هما بيستخدموها inside class علشان how to talk with more English يعني يتكلموا English أكتر عشان هما في language schools فهمش هيقولوا الولاد مين يعد معايا هيقولوا لهم Who can count with me? The second group here we have One, two, three, four Four pause, excellent So write four Write four, أكتب four The last group آخر group عندنا One, two, three, four, five, six, seven Excellent Write seven Well done, my dears مهم جدا تدي التعزيز للولاد خلصوا مهمة أنجزوا تاسك تقولهم Well done, very good, great job تبدأ تديهم التعزيز علشان يكونوا excited مستمتعين متحمسين يكملوا الليسنة Now write the missing numbers on each number line The number line مهم جدا أن الولاد يتعودوا عليه من أول grade one مهم جدا أنك ما تعديش أي lesson إلا وتضربهم على number line How to complete the number line أو How to draw number line How to complete number line إزاي نبدأ نكمل ال number line اللي موجودة عندنا هتقول لي grade one صغيرين وما يعرفوش يرسموا number line ولا مسافات لا, أنت بتبقى مجهزه لهم حتى التيتشر بنصحهم أن هم يبدأوا يجهزوا كتيتشرز الخامات بتاعتهم قبل الدراسة ما تبدأ أديك شفت الليسن زي هي شكلها إيه وابدأ جهز الماتيريالز بتاعتك وعمل number line سواء كان باستخدام اللوحة الجيبية أو حتى أن أنت تعمله بالسكوتش اللي هو بيبقى وش ناعم وش خشن ويبقى معاك الكاردز اللي عليها النمبرز والولاد تبدأ تلزق على ال number line ده سهل جدا أن أولياء الأمور يعملوا في البيت ويدربوا أولادهم بيحبوه جدا وبيبقى بنسبة لهم زي اللعبة now let's complete the first one تعالوا نكمل أول واحد معنا zero one after that we have excellent two three four five six seven after that we have eight nine ten here we have zero one two three four five six seven eight nine ten excellent my dear here we have zero one two three four five six seven eight nine ten well done my dear students رائع جدا اللي احنا عملناه دلوقتي احنا انهينا التدريب بتاعنا على ال counting up to ten يعني العد حتى عشرة ازاي نعمل counting ازاي بعد ما نعمل counting how to write numbers ازاي نكتب الاعداد وجي معنا دلوقتي مع اللي كنا بنتكلم عنه في بداية الفيديو وهما لسون 17 and 18 one more and one less ايه القصة بتاعتها وندرب الولادة عليها ازاي تعالوا نشوف اجزامبل زي اللي موجود قدامنا ده انا معايا ديجت زي two عايزين نشوف مين اللي one less two ومين اللي one more two لو هتكلم عن one less يبقى انا بتكلم عن ال one لو هتكلم على one more يبقى انا بتكلم عن the three اللي اقل من the two بمقدار واحد هي the one واللي اكثر من the two بمقدار واحد هي the three فبالتالي لو انا بقول one less يبقى بتكلم عن the one لو انا بقول one more يبقى بتكلم عن the three طب لو قلت just before لو قلت just before يبقى هبنتكلم عن الone لو قلت just after يبقى بتكلم عن ال3 يبقى هنا هتعلمنا الone more والone less والjust before والjust after السابق مباشرة لل2 هو الone just before والتالي مباشرة لل2 اللي هو just after اللي هو ال3 محتاجين نتضرب اكتر بالاسئلة تعالوا نشوف بيقول لي look at the previous picture and circle the correct word بصت على الصورة اللي فاتت اهي انا جبتها لكم هنا وحاول ان انت تحط circle على الكلام الصحيح الone تعتبر one more than two ولا one less than two الone اقل من التو بمقدار واحد ولا اكثر من التو بمقدار واحد انا قلتلكم في اول الحلقة في البوكابراري less معناها اقل وmore معناها اكثر الone is one less than two excellent one is one less than two يعني الone اقل بمقدار واحد الone اقل بمقدار واحد so what about three three is very good one more than two one more than two يعني اكثر من التو بمقدار واحد ده اكزامبل بيدربني على one less one more تعالوا نشوف الاكزامبل ده بيدربني على just before وكمان هناخد اكزامبل غير وبيدربني على just after circle circle the number that comes just before the given number circle يعني حط ديراء على العدد اللي بييجي قبل العدد اللي مكتوب ده مباشرة يعني بيسألني مين العدد السابق مباشرة ل7 ها احط circle على 9 ولا 6 ولا 8 مين اللي بيسبق 7 على طول اللي قبلها بخطوة على number line مين excellent my dears 6 so both circle around 6 طيب مين العدد اللي بيسبق التن مباشرة بنقولها comes just before comes just before يا طرى مين اللي بيجي قبل التن مباشرة قبلها ال8 ولا ال9 ولا ال0 9 excellent both circle around 9 طيب الnumber line لو تفتكروا شكله مين العدد اللي كان موجود قبل ال6 مباشرة عن number line ال5 فبالتالي لما اقول that comes just before just before يعني السابق له مباشرة هو ال5 يا طرى مين العدد اللي that comes just before ال9 مين السابق مباشرة لل9 ال8 excellent يبقى اللي احنا حطنا عليهم circles دول هنكتبهم ولما نكتبهم هنكون متأكدين ان ايجابتنا صحيحة لان 6 بيجي بعدها 7 9 بيجي بعدها 10 5 بيجي بعدها 6 8 بعدها 9 تبقى 6 بتيجي قبل 7 9 بتيجي قبل 10 5 5 5 6 9 هو ده المفهوم او المعنى بتاع that comes just before يعني العدد السابق مباشرة هناخد example دلوقتي على العدد just after write the number that comes just after the given number يعني اكتب العدد اللي هيجي بعد العدد المكتوب مباشرة يعني اختصار كده التالي له مباشرة the number that comes just after the number that comes just after 7 is 8 excellent the number that comes just after 4 is 5 well done the number that comes just after 9 is 10 the number that comes just after 0 is 1 التالي له مباشرة يعني اللي بيجي بعده مباشرة هو الone كده احنا احنا ادربنا على just after التالي مباشرة وjust before الصابق مباشرة والone less اللي اقل بمقدار one والone more الاكثر بمقدار one دول كانوا في lesson 17 و18 ودي كانت نهاية chapter 2 في chapter 2 مش محتاج اكتر من انك تدربهم على number 7 و8 و9 و10 سواء كان counting او matching او match والjoin هي بنفس المعنى التوصيل الcounting العد الranking الكتابة drawing الرسم اللي النمبر دي وبعد كده تدربهم على one more والone less اللي هي just before وjust after اتمنى تكون الحلقة عجبتكم لو حلقة النهاردة عجبتكم ما تنسونيش في like والشير وانتظروني الحلقة الجاية مع chapter 3 و lessons جديدة اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة